بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان من علم الموارث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس السابع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم في هذه الحلقة ضمن برنامج حكام المواريث عن بيان موانع الإرث لأن الشخص قد تتوفر فيه شروط الإرث وأسبابه لكنه مع ذلك لا يرث لقيام مانع من تلك الموانع فيه فلذلك صارت معرفة موانع الميراث مهمة جدا فالموانع لغة جمع مانع وهو الحائل واصطلاحا هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته وموانع الإرث تنقسم إلى قسمين قسم مجمع عليه وقسم مختلف فيه والقسم المجمع عليه ثلاثة أنواع وهي إجمالا الرق والقتل واختلاف الدين والرق لغة العبودية وشرعا عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر بمعنى أن الشارع حكم على هذا الإنسان الرقيق بعدم نفاذ تصرفه بسبب كفره بالله عز وجل لا بسبب عدم حسن التصرف كما في الصبي والمجنون فالمانع من نفاذ التصرف في الرقيق مانع حكمي والمانع في الصبي والمجنون مانع حسي والرق مانع من الجانبين فالرقيق لا يرث ولو أعتق قبل القسمة وذلك أنه لو ورث شيئا لملكه السيد وهو أجنبي والرقيق لا يرث لأنه لا ملك له ولو ملك فملكه ناقص غير مستقر يزول إلى سيده بزوال ملكه عن رقبته لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع رواه ابن ماجه ولأن السيد أحق بكسبه ومنافعه في حياته فكذا بعد مماته والرقيق لا يحجب غيره فلو مات حر مسلم وترك ابنا رقيقا مسلما ولهذا الابن ابن حر مسلم ورث هذا الابن الحر من جده مع وجود أبيه لأن وجود أبيه كعدمه والرق حق لله تعالى ابتداء يثبت على الرقيق جزاء له على كفره بالله ثم يصير حقا للسيد بقاءا ولو أسلم فلا يرفعه إلا العتق المانع الثاني من موانع الميراث القتل فإذا قتل الوارث مورثه لم يرث منه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا رواه أبو داود ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل ميراث رواه مالك وأحمد وابن ماجه وقد أجمع العلماء على أن القتل يمنع الميراث في الجملة وإن اختلفوا في بعض صور القتل هل تمنع أو لا والحكمة في جعل القتل يمنع من الميراث هي سد الذريعة ومنع الإفساد في الأرض لأن الإنسان ربما يحمله حب المال فيستبطئ حياة مورثه فيقدم على قتله ليحوز ماله فالشارع الحكيم سد هذا الطريق والحكمة تقول من تعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه وضابط القتل المانع من الميراث هو القتل بغير حق وهو ما أوجب قودا أو دية أو كفارة كالعمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجرى الخطأ كالقتل بالسبب والقتل من الصبي والمجنون والنائم وما ليس بمضمون بشيء مما ذكر لا بقصاص ولا بدية ولا بكفارة فإنه لا يمنع الميراث وذلك كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه وكقتل العادل للباغي وكذا من قصد مصلحة موليه بما له فعله من سقي دواء وبط جرح فمات المداوى بسبب ذلك فإن هذا لا يمنع الميراث لأنه ترتب على فعل مأذون فيه شرعا الثالث من موانع الارث اختلاف الدين هو أن يكون المورث على ملة والوارث على ملة أخرى وتحت ذلك مسألتان المسألة الأولى في حكم إرث المسلم من الكافر وإرث الكافر من المسلم والمسألة الثانية في حكم توارث الكفار بعضهم من بعض فأما المسألة الأولى فلا توارث بين مسلم وكافر مطلق لا بالولاء ولا بغيره على الصحيح من أقوال العلم وهو الذي عليه أكثر أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم متفق عليه والانقطاع الولاء والنصرة بينهما والمسألة الثانية وهي حكم توارث الكفار بعضهم من بعض فالكفار لهم حالتان الحالة الأولى أن يكونوا على دين واحد كاليهود والنصارى فيما بينهم في هذه الحالة يرث بعضهم من بعض من غير خلاف فاليهودي يرث من اليهودي والنصراني يرث من النصراني والحالة الثانية أن تختلف أديان الكفار كاليهود مع النصارى أو المجوس قد اختلف العلماء في هذه الحالة هل يتوارث الكفار مع اختلاف مللهم أو لا وهذا الخلاف مبني على الاختلاف هل الكفر ملة واحدة أو ملل شتى والراجح في ذلك أن الكفر ملل شتى وأنه لا توارث بين أهل ملتين فاليهودي مثلاً لا يرث من قريبه النصراني وهكذا النصراني لا يرث من قريبه اليهودي لقوله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى فهذا نص في منع التوارث بين أهل الملتين المختلفتين من الكفار ولأن كل فريقين من الكفار لا موالاة بينهما ولا توافق في الدين فلم يرث بعضهم من بعض كالمسلمين مع الكفار قال الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله في تفسيره عن هذه الموانع والحكمة في جعل هذه الأشياء الرق والقتل واختلاف الدين مانعة من الميراث والله أعلم تتلخص في أن القاتل والمخالف في الدين لا تتحقق فيهم الحكمة الإلهية في توزيع المال على الورثة بحسب قربهم ونفعهم الديني قد أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقوله لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا وقد علم أن القاتل سعى لمورثه بأعظم الضرر فلا ينتهض ما فيه من موجب الإرث أن يقاوم ضرر القتل الذي هو ضد النفع الذي ترتب عليه الإرث فعلم من ذلك أن القتل أكبر مانع يمنع الميراث ويقطع الرحم التي قال الله تعالى فيها وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مع أنه قد استقرت القاعدة الشرعية أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه وكذلك المخالف في الدين قد تعارض فيه الموجب للإرث الذي هو اتصال النسب والمانع الذي هو المخالفة في الدين الموجبة للمباينة من كل وجه فقوي المانع ومنع موجب الإرث الذي هو النسب فلم يعمل الموجب لقيام المانع يوضح ذلك أن الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية فإذا مات المسلم انتقل ماله إلى من هو أولى وحق به فيكون قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مخصصا بما إذا اتفقت أديانهم وأما مع تباينها فالأخوة الدينية مقدمة على الأخوة النسبية المجردة وأما الرقيق فإنه لا يرث ولا يرث أما كونه لا يرث فواضح لأنه ليس له مال يرث عنه فالكل ما معه فهو لسيده وأما كونه لا يرث فلأنه لا يملك فلو ورث لكان ما أخذه لسيده وهو أجنبي من الميت أيها الإخوة الكرام إلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين